تصاعد الهجمات الإرهابية في المناطق الشمالية لبوركنافاسو لا تزال تؤرق السلطات في هذا البلد الأزمة الأمنية تفرعت لتسبب أسرع أزمات النزوح انتشاراً بالعالم خاصة في منطقة تعرف بمثلث الموت بين بوركنافاسو، النيجر ومالي الحصيلة المسجلة في ساعة الأخيرة شمال بوركنافاسو والتي لا تقل عن عشرين قتيلاً بينهم تسعة عشر عسكرياً تبرز ارتفاع نسق الهجمات التي تقودها مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل الأفريقية الهجوم الذي استهدف موقعاً لشرطة العسكرية قرب منجم للذهب في إيناتا يأتي بعد يومين فقط من هجوم آخر قتل فيه سبعة من أفراد الشرطة قرب الحدود النيجرية المالية الهجمات التي تستهدف غالباً الجيش لا تستثني المدنيين أيضاً دافعة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص نحو النزوح واللجوء في المنطقة ككل رقم ذكرته الأمم المتحدة وحذرت من ارتفاعه مع كل يوم يستمر فيه الإنفلات الأمنية هذه الأزمة التي أضحت تشكل هاجساً حقيقياً لدول الساحل الأفريقي تؤرق كذلك دول غرب أفريقيا على غرار ما تعانيه نيجيريا اليوم من هجمات بوكوحراء معدم الاستقرار السياسي في كل من غينيا كوناكري والطوغو